لأحمد ياسر ريان لعب مميز لعب ناشي كنا بنتكلم عليه وكابتك سامين كان بيتكلم عليه وحياتا كنتك تتكلمت ايه كمان الموسم الماضي يا كابتن ان هو واحد من اللاعبين المميزين اللي هيبقى اضافة للقوة الهجومية بالنسبة النادي القالي. بعض الجمهورة يا كابتن يعني عشان قبل ما تخش في الماتش وكده بيسال تم احنا عندنا لعيبة مميزة ليه بنا احنا نشتري من بره. ده اللي احنا قلناه قبل الستوديو يعني مبروك طبعا النادي القالي هارض لك فريق النص بس احنا قبل الستوديو اكدنا ان النادي القالي ممكن ما يبقاش محتاج مهاجم. ليه مش محتاج مهاجم لانه هو عنده قريدي وفرة من المهاجمين يعني انت جايب وليد ازارو النجم المغربي بيدوم مما بين الخبرة والليقى البدنية العالية والاداء الفني الرائع فده هيبقى غالبا نمرة واحد بعد كده انت عندك اجايب يلعب نفس المكان عندك احمد ياسر ريان على فكرة الهدف ده عالمي. عالمي. عالمي ليه؟ لانه هو من قبل محمودي يرفع بص الانتقاء في كدر معين هيبين ان احمد ياسر ريان واخد القرار بص بص اي هو ده الكدر ارجع بقى ارجع 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 كمان 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 بس بص هو بدأ يرتقي امتى والكورة فوق الناس كلها هو عنده تايمينج كويس عنده طبعا توقيت هايل عنده دقة عنده ارتقاء شايف مفتح عينيه حططف زاوية كل حاجة. فانت النهاردة انا عندي خامة زي دي ولد موهوبه كده لكن ما يقدرش كابتن حسامي يلعبه على طول او يلعبه من الاول لكن انا لازم اوجد له مكان هي دي بقى النقط انا لو جبت مهاجم افريقي هيقفل هيبص الكدر ده حاجة حاجة يعني انا مرنت احمد وكابتن سامير كامونة مرنه وكلنا يعني عدى علينا في قطاع الناشئين انا كنت خدته هو صغير قوي عشر سنين تقريبا او حداشر سنة في الناشئة النادي الالي دربته مع كابتن امين عرابي وكابتن شام حنفي وكابتن محمد عمارة بعد كده كابتن سامير كامونة كان معاه السنة اللي فاتت وهو كبير وداله طبعا حاجات كتير قوي بس ايه الفكرة ان انا لو وليد ازارو نمرة واحد واجرين نمرة اتنين وبعدين عندي عماد متعب وعندي مروان محسن ربنا يرجعه بالسلامة هو اقرب جدا مروان انه يدخل في التيم وعندي احمد ياسر ريان فعندي خمس مهاجمين الراجل ده لو انا كمان جبت واحد سادس الراجل ده هتبقى فرصته تكاد تكون منعدمة لكن دلوقتي في ظل ان ممكن لسه مروان مرجعش ممكن عماد بياخد بعض الاوقات هيبقى مفيش غير وليد ازارو واجايه وهو يبقى التالت لو دخل بقوة التوقيت كمان يا كابتال مهم جدا انها تشترك لعب ناشئ في مباراة تكون يبان فيها اه طبعا ده ده مهم جدا وهو ده المطالب بيه كابتال حسين بدل انه يطلع لعب زي ده وهو ده احنا اقولنا بصوا ده الهدف التاني اه جميل برضو يعني وان كان طبعا فريق النص اه اخطاء دفعية كارسية لما يفعش خرب العرض يبقى الراجل هنا في البنال تيري الواحد وخالص محدش مغطي لكن في الاخر هو اتصرف ازاي هو اتصرف كواس اوي الهدف الاولاني ارتقاء بالراس هنا حسين بيحطها له الراجل حس انه هو الواحد وسند ورحطت بشماله فيها اداء مهاري ولامحة فنية لعيب مميز وخامة كويسة ممكن ياخد ممكن ياخد على فترات برضو عشان الناس ما تفهمش غلط احنا مش اول ما جاب جنين بنقول انه هو يلعب اساسي خدوا بالكوا افهموا الكلام الناشئ هيظل ناشئ الخبرة دايما في المباراة الكبيرة وفي المباراة الدوري اهم لكن انا لما بيبقى لعيب بيدي رسالة وبيحط بصمة انا لازم انا كمان برضو اديله 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 ازاي وهو مثلا العدد 6-7 مهاجمين هي بصعب لكن اديله والعدد مثلا 3-4 ممكن ادخله احتياطي يلعب ربع ساعة يلعب عشر دقايق يبتدي مثلا الظروف تخدمه هو يخدم نفسه ويساعد الكابتر حسام البدري انه هو يديله بسرعة لان في حاجة اسمها مدى تطور مدى تطور اللاعد انا فيه لعيب بيتطور على مدار سنتين وفيه لعيب على سنة وفيه لعيب على ستة شهور وفيه لعيب مطشين تلاتة تلاقيه عيلي جدا فهل احمد ياسر من اني نوعية هل كل اما هياخد هيعمل كده هل كل اما هياخد هيبقى بالتقلق ده يبقى السبات المستوى والتطور فيه ده مهم جدا مثلا كابتل ياسر ريان يعني راملنا واحمد ياسر مرة وايهاب مرة مش عايز سيبنا كابتل ياسر ريان خلاص بس طبعا لعيبة مميزة سواء احمد او ايهاب يعني كابتل ناسي